هذا أعلنت وزارة الصحة وقوع 55 إصابة حتى الآن جراء حادث قطار المرازيق قالت الوزارة في بيان الله أنه توجد 25 سالة إسعاف متواجدة في موقع هذا الحادث مشيرة إلى أنه قد تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى الهرم وتسعة للحومدية وثمانية للبدرشين مشيرا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بنقل المصابين إلى مستشفى الهرم والشيخ زياد التخصصي والهلال وأنها تتوجه الآن إلى مستوى مستشفى الهرم وذلك لإطمأنني على حالة المصابين